عدن مدينة موبوة إعلان حكومي عاجل بعد التزايد المتسارع في عدد حالات الإصابة بوباء كورونا وأوبئة أخرى اللجنة الوطنية العليا للطوارئ أكدت حدوث 35 إصابة بفيروس كورونا في عدن بينها أربع وفيات من بين 51 حالة إصابة وثمان وفيات في المحافظات الواقعة تحت نطاق شرعية مع ملاحظة أن السلطات الحوثية أكدت حالتي إصابة وحالة وفاة واحدة ما يرفع العدد الإجمالي الرسمي في اليمن إلى 53 حالة إصابة وتسع وفيات ليس وحده وباء كورونا من يحاصر عدن فالحمايات حصدت وفق اللجنة العليا للطوارئ حياة 49 شخصا وأصابت أكثر من 3000 وهو ما حدى بالحكومة إلى إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي من وإلى محافظة عدن باستثناء النقل التجاري سيطرة المجلس الانتقالي على عدن تسبب بكارثة صحية خطيرة وعرقل جهود الحكومة في مواجهة كورونا وبحسب لجنة الطوارئ الحكومية فإن تدخلات الانتقالي في عمل المؤسسات الرسمية أدى إلى اختلال وضع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية وقد أدانت الحكومة في الوقت نفسه تعتيم ميليشيا الحوثي على وباء كورونا واستخدامه كورقة سياسية لابتزاز المنظمات الدولية ما هو واضح أن عدن التي تعيش تحت وباء ميليشيا الانتقالي وعجز الحكومة الشرعية قد دخلت نفق كارثة صحية خطيرة فالموت يهدد كل يوم حياة المواطنين وإحصائيات الوفيات ترتفع بشكل مخيف في ظل مستشفيات منتهية الصلاحية وانعدام للرعاية الصحية ما يستدعي بالضرورة تدخلا دوليا سريعا لإنقاذ القطاع الصحي اشتركوا في القناة